التهابات مجرى البول أو عدوى القناة البولية هي نفس الحكاية تمام؟ طيب الحالة دي اللي هي التهابات المجرى البولي بتتعرف بطرق كتير زي إيه؟ زي تحليل البول ومزرعة الحساسية وتحليل البول غير مزرعة الحساسية يعني فيه ناس فاكرة أنه ما حاجة واحدة لأ تحليل البول ده حاجة ومزرعة الحساسية ده حاجة تانية أو وجود زي ما قلتلكم العرض الشهير أوي وجود حرقان في البول أثناء عملية التبول أو أثناء عملية التبول يعني بيكون فيه حرقان تمام؟ أو حتى وجود طفح جلدي في المنطقة التانسولية ده قد يدل على عدوى أو التهاب في المجرى البولي أو حتى وجود بقع دم على الملابس الداخلية أو تحول البول إلى اللون الوردي الله ده فيه أحوال كتيرة هي؟ آه علشان كده دايما بنأكد على الأمهات بضرورة تعليم الطريقة الصحيحة للتشطيف لولدهم الأمهات والأباء بس أنا بتكلم هنا الأم بتعلم بنتها خلاص؟ وتحديدا عند التبرز لأن التشطيف الصحيح بيكون من الأمام إلى الخلف ليه؟ علشان ما يحصلش التهاب أو عدوى في المجرى البولي خلوا بالكوا قوي من النقطة دي خلوا بالكوا يا أمهات من النقطة دي وعلموا بناتكوا الصغيرين التشطيف الصحيح بيكون إزاي وزي ما قلت لكم في حال وجود أي عرض من الأعراض دي خلاص على طول بنروح للدكتور على طول يعني ما فيش أي داعي للتأخير علشان نكتشف السبب ونعرف عدوى أو التهاب المجرى البولي بلاش كلمة عدوى عشان هي اسمها كده في كتب الطبية بس فيه ناس ممكن تفتكر عدوى دي إنها حدت عدى من حد يعني لا هي اسمها كده يعني التهاب المجرى البولي خلاص؟ أو يورينا ريتراكت إنفكشن فهو هي ترجمتها الترجمة العربية أحيانا بتكون يعني محيرة لنا شوي إنما هي مش عدوى بالمعنى الدارج أو المعنى المفهومة إن حدت عدى من حد لا العدوى أن هذا الجسم قد أصابته عدوى من بكتيريا ما خلاص كده؟ ده يعني ده المقصود يعني تمام؟ طيب إيه تاني من أسباب فقدان التحكم الليلي؟ من أسباب فقدان التحكم الليلي برضو الإصابة بحاجة اسمها الديدان الدبوسي نوع من أنواع الديدان ودي بيتم تشخصها بإجراء تحليل براز بس تحليل البراز لازم يتعامل مرتين في نفس الأسبوع بفاصل زمني ثلاثة أيام هو المفروض يعني الحق الطبي إن تحليل براز بيتعامل ثلاث مرات في الأسبوع ولكن يعني اللي الواحد اكتشفه أو بيشوفه على أرض الواقع إن الناس بتعمل تحليل البراز ده بالعفية مرة يعني اللي هو لما نقول تحليل براز بيبقى بيتعامل بالعفية هو تحليل مزعج ومزعج على فكرة مش بس للطفل أو لأهل ومزعج كمان للمعمل بتاع التحليل خلاص ولكن علشان نحصل على نتائج منه يا جماعة هو المكتوب في الكتب الطبية النازل يعمل بتاعت مرات بس مجازاً يعملوه مرتين أرجوك مرتين في نفس الأسبوع مش مرتين في الشهر لا يعني في خلال نفس الأسبوع مرتين بيكون فيه فاصل ما بينهم ثلاث يام على الأقل وده ليه؟ لأن فيه أنواع من التفايليات والديدان بتستخبى يعني عندها قدرة على التخفي فأحياناً بنقول إيه؟ لو حاجة ما بنتش في أول تحليل ممكن تبان في تاني تحليل فهمتوا قصدي؟ يعني مش غلاسة ولا حاجة لكن ضرورة طبية فائد